أن يربى الإبن على أن الله على كل شيء قدير وذلك بغرس أسماء الله وصفاته التي تؤثر على ثقته في مولاه أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء ماذا تظن في الله يا أبوني؟ اجلس معه إذا قال يا أبوي ما لقين توضيفه ارتفع الغلاء يا أبتي أنا قدامي مستقبل طويل أبي زوجة أبي بيت أبي سيارة أبي والله يا أبوي ما في المنظور القريب ولا البعيد أمل قلت أمل في المخلوقين صحيح أما في الخالق فلا يا أبوني هل خلقك ليضيعك؟ خل خلقك ليشقيك؟ الله لطيء ومن أثر لطفه أنه يرعاك من حيث لا تعلم يا أبوني الله عطاك رئة وتتنفس أعطاك كلا وتعمل أعطاك عين وتنظر هذه النعم التي أنت فيها يا أبوني لأنه لطيف لأن لطفه خفي يا أبوني الدنيا تعطى من أحبه ومن لم يحب ابذل السبب وذلك بالجلسات الإيمانية لرفع مستوى اعتماد قلوب الأبناء على الله وسكون النفوس أنه لا مانع لما أعطى ولا معطية لما منع وهذا أحبابي للذكر لنقوله بعد كل صلاة مفروضة من الواجب أن أجلس مع أبنائي أشرح أنه لا مانع لما أعطى ولا معطية لما منع ترجمة نانسي قنقر